من اللعيبة من الجهاز الفني من الجمهور الدوري في متناول الاهلي اكتر من اي طرف اخر اكتر من اي طرف اخر فرصة الاهلي في الدوري اكتر من فرصة الزمالك واكتر من فرصة بيرامتز وهقول لك ليه بالارقام الاهلي كسب 9 مطشات متتالية عنده صعوبة يكسب 8 مطشات متتالية لو الفري ما عندوش قدرة يكسب 8 مطشات متتالية يبقى ما يستحقش الدوري وش ما يستحقش الدوري عايز ياخد الدوري هقولك وعنده تمن مطشاة يكسبها جميع كلها ما يستناش أي حد ياخد الدوري ويحتفل غصبا عن عين أي حد ولا له دعوة مين بيخدم مين ولا مين بيخدم على مين ولا مين بيساعد مين كل ده موجود وتفاصيل كتيرة كان مهان سعدل بنتكلم قبل الهواء لكن كل ده لا يعنينا في شيء ما يعنينا دلوقتي الكورة في أقدام لعبة نادي الأهل انتوا قدها ولا مش قدها الجهاز الفني مصر لا صارتي ارفع راسك ودفع عن فرقتك لازم التحدي يظهر للعيبة لازم يباني أن الكل أنا عندي فرصة أخد الدوري عندي تمن مطشاة أكسبهم هاخد الدوري ما ليهاش دعوه بغيري هقولكوا ليه لو الأهل كسب تمن مطشاة فرصته أعلى من فرصة الزمالك رغم أنه عنده تمن مطشاة وفرصته أعلى من بيرامدز رغم أنه دلوقتي متصدر بيرامدز متصدر تصدر سببه أنه لعب مطشين زيادة على الأهل وعن الزمالك لعب مطشين زيادة فبالتالي في ست نقاط محتملين للأهل ومحتملين للزمالك اللي ياخدهم يفرق بيهم عن بيرامدز يبقى كده نتكلم لو كل طرف من الثلاث أطراف كسب كل مطشاتها مين اللي ياخد الدوري بشرط إنه الأهلي يبقى هو الأهلي اللي الناس حبيته واللي الناس وصغلت فيه واللي الناس عارفة يعني إيه روح الفن الله الحمراء بجد يعني إيه تقدر تجيب بطولة الدوري برغم كل هذه التسهيلات والتحديات والبلاء والسوداء اللي شغالها وراء الستار ما علينا لالا بشواندس عنده المصر يوم الخميس بعدها عنده الجيش أول مايو يوم واحد خمسة عنده النجوم يوم خمسة خمسة وعنده المطشات اللي ما تحددتش موعدها الإسماعيلي وإنبي والمقولين واسموحة والزمالك إذن فيه ثلاث مطشات تحددت وخمسة ما تحددوش الخميس الجاي خمسة وعشرين إبريل الآله والمصر أول مايو يعني بعدها بست أيام الآله والجيش بعدها باربعة أيام الآله والنجوم كل أسبوع أصبح له قيمة كبرى كويس الآله لو كسب التمن مطشات يجمع كم نقطة ثلاثة في تمانية بأربعة وعشرين نقطة يبقى الأربعة وعشرين اللي الأهلي خدهم هو دلوقتي عنده تمانية وخمسين نقطة يوصل لتنين وتمانين نقطة يوصل لتنين وتمانين نقطة يكسب كل المطشات بما فيها مطش الزمالك آخر مطش يبقى يوصل لتنين وتمانين نقطة الزمالك حيقول لي طب ما هو الزمالك زي الأهلي ما هو عنده تمن مطشات ايوه عنده 8 مطشات انت افتراضنا لنا لا يكسب كل مطشات يعني الزمالك خسر مطش فعنده 7 مطشات لو كسب السبع مطشات بما فيها مباراته يوم الخميس اللي جاية مع بيرامدز يوم الثلاثة الزمالك وبيرامدز الزمالك وبيرامدز 23 ابريل الزمالك والانتاج 1 مايو بعد كده ما تحددش لسه معاد الزمالك والاسماعيلي ده الدور التاني الزمالك ووادي دجلة والزمالك مع حرص الحدود والزمالك مع الداخلية والزمالك مع الجونة والاهل والزمالك الزمالك لو كسب كل مطشاته بما فيها مبارات بيرامدز وقلنا ان هو خسر مطش الاهلي افتراضا هيبقى عنده 21 نقطة يضيفها على رصيده الحالي يبقى 81 نقطة يبقى الزمالك يوصل ل81 لو كسب بيرامدز وكسب كل مطشاته وخسر من الاهلي يبقى الاهلي ياخد الدور الاهل 82 الزمالك 81 بيرامدز بيرامدز حاليا متصدر بزيادة مباراتين على الاهل وعلى الزمالك بقيله الزمالك يوم الثلاث احنا افترضنا انه هيقصر من الزمالك لانه انت افترضتها لصالح الزمالك فبتشيلها من بيرامدز هيبقى عنده خمس مطشات المقصة يوم 30 ابريل المصري يوم 5 مايو وما تحددلوش معادل 3 مطشات دجلة والنجوم والحدود الخمس مطشات دول اهو الخمس مطشات باستثناء مطش الزمالك ياخد منهم 15 نقطة اعلى رصيد يوصل له 75 نقطة يبقى المؤسرات اكسب كل مطشاتك بما فيها مطش الزمالك انت بطل الدور الزمالك يكسب كل مطشاته باستثناء مطش الاهلي ويكسب بيرامدز ياخد 81 نقطة بيرامدز يخسر من الزمالك طبعا الافتراض ده كله مبني على ما انت حتشوف الزمالك وبييرامدز هيعمله ايه اي نتيجة بين الفرئتين هي الصالح الاهلي زي ما نتيجة النهاردة الاهلي وبييرامدز كانت في مصلحة الزمالك لو الاهلي كان كسب كان هيعد الزمالك بيرامدز لما فاز دخل في الصورة القوة مباراته مع الزمالك يوم الثلاث يتكمل في تعزيز فرصته في المنافسة يتبعده لو الزمالك كسب انت ارتحت من بيرامدز مرحليا او نسبيا لو تعادلوا الاتنين يبقى الاهلي هو اللي كسب لو الزمالك وبييرامدز اتعادلوا انت كسبت في المنافسة المباشرة انك وقفت الاتنين كل واحد باع منه نقطتين الزمالك كسب خلصت من بيرامدز بيرامدز كسب هم اثر على مشوار الزمالك لانك ممكن تتعادل مع الزمالك فتاخد الدوري يعني لقاء الهل والزمالك يتأثر بي الزمالك وبييرامدز نفسه ما يعملوا ايه معظم يعني الزروف النظرية الاحتمالات التقلتها لكن ده بشرط وحيد انك تكسب كل مرشاتك اكسب كل مرشاتك اشتركوا في القناة